وإلى التربية حيث التقل أستاذ أمين بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حضرموت والمهرة برئاسة المهندس عبدالله أحمد باسليمان وخلال اللقاء ثمن المدير بعباد عمل أشقاف المملكة العربية السعودية لحضرموت والوطن واليقوفها وتدخلاتها في مختلف القطاعات الحيوية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بدوره أشار وفد البرنامج السعودي لأن الزيارة هذه تأثير للاطلاع والإشراف على مستوى العمل في المشاريع التي تم اعتمادها من قبل البرامج بمديرية المكلة إضافة إلى الرفع بدراسة الاحتياجات الإضافية للمشاريع التربوية ذات الأولوية لمجلس الإدارة بالعاصمة السعودية الرياضة لافتا إلى تدخلات البرنامج في قطاع التعليم شبلت بناء أكثر من ثلاثين مدرسة مع ملحقاتها على مستوى المحافظات المحررة ترجمة نانسي قنقر